اشتركوا في القناة حيث عبر العسومي عن ادانته للتدخلات الايرانية في شؤون الدول العربية مؤكدا على اهمية التضامن العربي لمواجهة التدخلات الايرانية وفق استراتيجية عربية موحدة هذا وجر في الجلسة الرابعة عشر التصديق والتثمين للجهود التي اثمرت عن افشال خطة القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقر غير دائم في مجلس الامن الدولي والتأكيد على دعم نتائج القمة العربية التاسع والعشرين على مستوى القادة العرب من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدعم قضايا الامة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الاقليمية والدولية وشهد البرلمان العربي برئاسة خادم الحرمين الشريفين للقمة ودوره المحوري في دعم القضايا العربية كما تم خلال الجلسة اقرار تقرير لجنة فلسطين الى جانب تقارير اللجان الدائمة والفرعية للبرلمان العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر